كبنا عادل مباراة مثيرة وأخطاء بالجمنة ولكن في النهاية استحقنا دي الأهل فوس أولا مبروك الثلاث نقاط ودي حاجة مهمة الرجوع أحسن حاجة في كرة القدم إنك ما تكونش جيد أو كويس وتكسب ودي لازم نعترف بيها عشان الأخطاء لازم تتعالج رقم واحد لازم نعترف إن فيه فجوة كبيرة قوي ما بين اللعيبة اللي بتلعب باستمرار واللعيبة اللي ما بتلعبش بسورة منتظمة فيجب إنه يكون فيه قرب مثلا مستوى شوية ولكن أنا مثلا لو جيت لوحد زي والترب واليا هو ما بلعبش باستمرار عشان جاب جول ولكن لا ولكن تحركاته كويسة بيحاول من ساعة ما نزل خلي بالك من الماتش اللي فات من ساعة ما نزل بيحاول وربنا كافقه في الآخر بالجول الرائع اللي هو هجب مساكتنا عايز أقول لك حاجة أنا لما بجي تكلم أنا مش بتكلم على واحد بعينه أنا بتكلم على سيستم دايما الفرق الكبيرة بيبع عندها صبر شوية ودي علامة غير جيدة في فرقتنا الفترة اللي فات احنا ما عندناش صبر لهو انك تقدر تحافز على نتيجة المباراة دي رقم واحد بدليل ان يدخل فيك اربعة جوان او ابنات كل اللي ضعت منك بيدخل فيك جوان في الآخر دي رقم واحد رقم اتنين عدم التنظيم لما بيحصل لك موقف ده الصبر اللي أنا بتكلم عليه انك بتتلغبت قوي النهاردة أنا شفت النهاردة روح فلنة الاهل هي اللي عملت كده انا ما كنتش منظم يمكن لو كان فرقة الانتاج فرقة عندها وعي تكتيكي وافضل من كده كتير ما احترامي ليهم كانوا ممكن يجيبوا جوان والتاني ليه لانك في الآخر كان كل هجمة مرتدة عليك كانت خطر وكان الوقت لسه بدري هو ده اللي أنا بتكلم عليه حافظ على أدائك طول الوقت إلى ما توصل لغرضك لكن الغرض اللي احنا وصلنا له النهاردة والثلاث نقاتل وصلنا له النهاردة دي روح الفلنة الحامرة دي الأهل ده الأهل ودي حاجة تحسب لللاعبين رغم انه هما كانوا مش في مستواهده ولكن انا اقول هلك بمنطقة الأمانة دائما اللاعب لما يتنظم يديك بمعنى يعني انا مش عاوز اشييلهم انا عايز اقول ان الأخطاء جاية من كله حتى الجهاز الفني برا يعني لازم الجهاز الفني يعرف حاجة مهمة ان احنا بقلنا فترة بعد الفاينال في النازل لازم وقفة وقفة فنية كمان وقفة أماكن تمرقزات لعيبة بتلعب في أماكنها صح ما ممكن يكون احنا طبعا عندنا اهم عنصر عندنا الشنوة انا اتكلمت كتير وقلت يمكن الشنوة احنا فضلنا بلدنا ودي حقيقة ودي حاجة تحسب للنادي الأهلي انه يفضل ان محمد الشنوة افضل حارس في مصر وافريكا انه يروح يلعب لاسم بلده وانا سعيد بالنادي الأهلي حتى لو خسرنا ولكن النادي الأهلي عمل الوجب الوطني اللي عليه اللي هو وده محمد لكن محمد الشنوة محمد الشنوة في الوقت ده وبالذات حراسة المرمى كابتن ايمان الحارس التاني مع احترامل على لطفي ولكن بيبقى بعيد وبعيد قوي يمكن شفناها في الهدف التاني اللي دخل فينا استعجله استعجل كتير قوي على لطفي عشان ده عدم استمرات لعبة المطش اللي فات اللي دخل الجون الاولان الكروس اللي دخل اتأخر في الوقفة بتاعته انت فاهمني المطش اللي قابله المطشات استعجل في الخروج فدي لازم لها برضو شغل الحاجة اللي هي كمان لازم نعترف بيها اني اكتر لاعب بيبزو الجهد في النادي الاهل هو ديانج طبعا اكتر لاعب بيبزو الجهد في النادي الاهل ديانج اكتر لاعب مفيد للفرق النهاردة هو ديانج ديانج اللي لعبنا سير دي باك لا يعني انا بقول ان ديانج لازم نستخدمه على طول ما ينفعش ديانج جيب على دكة الاهتياطي خالص انا ده ده وجيت نظري يعني على فكرة على فكرة في اخر شروط التاني بعد النتيجة ما بقى اتنين واحد عشان بنحاول نتعادل لما جيبنا اتنين اتنين تقريبا ديانج كان وقف لوحد وارك اه والفرقة بتهاجل كابتن اللي عيب عنه سرعات بيديك مكسب فيما اماكن اخرى عن الفرقة التانية بيخترق الوحيدة اللي بيخترق بالكرة البس بتاعه يكاد يكون مضمون عنده قوة القوة في الانقداد بيقطع كويس فاللي انا عايز اقوله يا كابتن اللي انا عايز اقوله ان افضل ما في الموضوع انك لما ما تكونش موفق فادائك توفق في النتيجة والمكسب يمكن انا عايز اقولك حاجة النهاردة النادي الاهلي بمكسبه ده انا انا بحس بحس ان انا رجع للدوري يعني عارف انت الدوري الراح مش راح انا يعني بيعت شوية بيعت شوية عني انا رجعلي وانا عارف النادي الاهلي لما الامور بتتصعب كده بياخد حذره واحنا لازم ناخد حذرنا مش معناها نحنا كسبنا النهاردة لا عندنا مشكلة كل مطشات صعبة خلي بقى لا لا وكابتن كل المطشات صعبة وكل حاجة لكن عندك مشكلة لازم سرعة ممكن تكون اجهادات ممكن تكون عدم تركيز او ممكن يكون عدم جاهزية والفرؤات يعني احنا شفنا خلينا نبقى سرحة النهاردة القهربة بعيد شوية ماروان بعيد شوية اجاي زايد الوزن شوية فالا اه يعزين نخلص من اسوان ماتش اسوان علشان يرجعلك لعبتك اه لما ترجع لعبتك لعبتك برضو خلي بالك يا ابتن انت عندك ستة ستة لعبه في المتخب الاولمبيا حاجة صعبة يعني ولكن مبروك مبروك لجمهور النادي الاهلي اللي اكيد اللي اكيد طول الوقت بيأذرنا وبيأذر النادي وبيأذر اللاعبين وان شاء الله يعني افتكر ان لعبت النادي الاهلي ما بتخطأش مرة تلت اربع مرات اربعة ما اخطأنا في المبارتين اللي فاتوا في الاداء بتاعنا ولكن الايام الجاية ادانا يبقى افضل ان شاء الله